شتوه البارح لتسليم المفتاحة طارق ابن زياد للرئيس عبد المجيد تابون حاديثة وعمرها ماصرات في تاريخ لا تعالعرب ولا تعالأمازيق اللي افتح بيها برعا لشبونة طارق السيد عبد المجيد تابون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت تتمنى ويلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير ودائما كم معودنكم ومع اخر الاخبار واخر المستجدات في هذا الفيديو سنشوفوا حقيقة استدعاء السافير المغربي من طرف روسيا كذلك سنشوفوا ان اسبانيا القد القبض على واحد البوليزاريو او قيادة البوليزاريو ارهابيل فابقوا معنا موضوع مهم جدا فرجاء منكم دائما انكم تدعموا هذا القناة لايك والبرتاج كذلك كتابة التعليق اللي هي مهمة جدا باش تدعموا القناة ولا وقليب ولا وريضة هذا كافي انكم تدعمونا فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع وكما تشتو في بداية الفيديو بدينا نبدأ الفيديو لديك المبردع الكرغولي وكيفاش كيتتكلم على كيف يجدو في البرتغال قلك حديثة تسليم مفاتيح طارق بنو زياد عمرها وقعات هذا السيد مسكين كيسمع بفاتيح الاندلوس كيجيب ليه الله انشي باب وان الطارق بنو زياد هو اللي يحل هذا الباب يعني حل الباب الساروت كيسحب ليه دخل شي صالون يعتقدوا ان فتح الاندلوس عندها شباب يا المكلخين يا المباردعين ره لا علاقة له بطارق بنو زياد هذا المفتاح ديال الشبونة يمنح لجميع الرؤساء والمولك لكيمشوا في زيارة للبرتغال وكيديروا حد الزيارة شرفية عند الشبونة وها هو السيسي تسلم حتى هو المفتاح وها هي جورجينا ميلانو حتى هي تسلمات المفتاح وها هو كذلك الرئيس او ملك اسبانيا حتى هو تسلم المفتاح فالله يهديكم للكالاخ ديالكم ولا غابائكم اما الان غد انتقلوا الخبر اللي رائج وكيقولوا بللي روسيا استدعت السفير المغربي الخبر كيقول ان روسيا خرجت ببلاغ يعني الخارجية الروسية خرجت ببلاغ كتقول بللي السفير المغربي لطفي بوشارة يجتمع مع مسؤول رفيع المستوى وهو نائب وزير الخارجية الروسي من بين تفاصيل لذكرتها الخارجية الروسية انهم تكلموا من الفدد الاهتمام المشترك وايضا تم النقاش حول ملف الصحراء المغربية وايضا كتقول الخارجية الروسية ان الاجتماع تم بطلب من السفير ديال المملكة المغربية الشريفة فالخارجية المغربية لحد الان ما زال ما خرجت بشي بيان او شي حديث حول هد اللقاء ولكن لتوضح ان ماشي روسيا هي اللي استدعاة السفير المغربي بل بطلب من السفير المغربي وهدي تفاصيل من الخارجية الروسية واللي كي اكد لادعاءات ديال ابواق الاعلامية الجزائرية كتقول ان روسيا استدعاة السفير المغربي فما كانش استدعاء لانه نهار كيكون استدعاء كيكون من اجل الاحتجاج من اجل ابلاغ رسالة غضب او الاعتراض هاد شي ما كانش بل السفير ديال المملكة المغربية الشريفة هو من طالب الاجتماع ووافقت الخارجية الروسية على الاجتماع بسرعة هاد الاجتماع جاء مباشرة بعد زيارة وزير الخارجية الاوكراني للمغرب والتصريح اللي خرج به السيد ناصر بوريطا في المؤتمر الصحفي ولي اكد ان المغرب ليس طاره باي شكل من الاشكال كما قال السيد ناصر بوريطا وتعمد الحديث بهاد الصيغة ديال باي شكل من الاشكال لديبلوماسيا لاقتصاديا لاعسكريا بالعربية عربت ما سوقناش في هاد الحرب اللي بين روسيا واوكرانيا بينتكم فهد الاجتماع السبب دياله الرئيسي هو زيارة ديال وزير الخارجية الاوكرانية ودعمهم للمبادرة ديال الحكم الداتي تحت السيدة المغربية فالخارجية المغربية بغات هاد الاجتماع باش توضح فيه الموقف ديال المغرب يعني الموقف ديالها من طرف الروسي من الحرب الروسي الاوكرانية صحيح ان السيد بوريطا وضح وقال لدينا علاقة جيدة مع روسيا ومع اوكرانيا ولكن مع ذلك تم اجتماع من اجل التأكيد على الموقف بشكل رسمي وشكل حقيقي جدا ودقيق جدا وايضا النقاش حول ملف الصحراء المغربية يعني هذا ضروري يكون حاضر يعني تأكيد الموقف الروسي من الصحراء مقابل تأكيد الموقف المغربي من الحرب الروسية يعني احنا يا ما كانت تدخلوش فيكم ما عندناش موقف من الحرب اللي عندكم يعني الحرب الروسي الاوكرانية واللي كتعتبروها مصيريا بالنسبة لكم فننتظر منكم نفس الموقف من وحدة ترابية ديالنا يعني الروس اكدوا موقفهم اللي هو المصار الأممي والاهم عدم تحريك الفيتو الروسي ضد المملكة المغربية الشريفة يعني ما يعرقلوش القرارات اللي كتخرج من مجلس الأمن لصالح المغرب فالمغرب عنده مصالح مع روسيا وبطبيعة الحال كيحاول يحافظ عليها مشي خايف من روسيا ولكن خايف على المصالح دياله وحنا لا علاقة لنبهد الحرب يعني الحرب الروسيا ما عندناش علاقة بها حنا يفي حاجة ان علاقتنا تكون مزيانة مع روسيا مهما اعطت اوكرانيا فاللي كتهمنا هي روسيا يعني روسيا هي اللي عندها حق النقد فممكن ان المغرب يجمع اعترافات بالجملة صافي ويكون ميلف غادي تسد ويجي روسيا وتحرك حق النقد كل مغرب في غينة على هاتشي كامل كذلك احتى اوكرانيا عنا علاقة معها جيدة وكذلك الدعمين ديلها بالخصوص يعني الغرب والولايات المتحدة الامريكية يعني مصالح معهم فالمغرب كيحاول يوازن والداليل قدرنا اننا ناخدوا الاعتراف من اوكرانيا والدعم كذلك الروسي لانها ما تحرك حق النقد ضدنا فغدي نتقلوا لاسبانيا واسبانيا والدور الجوهري ومليكا نقوله اسبانيا راكا نتكلم على اللي غتكون عندها الرئاسة الاتحاد الاوروبي مستقبلا اسبانيا بيدرو سانتشيز الحكومة والقرار ديل الدولة الذي لا رجعته فيه يعني الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية اسبانيا وهي المستعمر السابق دي الصحراء المغربية يعني هي اهم من الاعتراف الامريكي يعني الاعتراف الاسباني هو اهم الاعتراف الامريكي لانها هي اللي كانت مستعمرة الصحراء المغربية سابقا فاليوم اسبانيا كتخرج كتشد او كتعتقل واحد العضو او قيادي من البوليزاريو هاد القيادي يدعو الى الارهاب يعني اشتاته اسبانيا بتهمة انها كينشر الارهاب كينشر الفكر الجهادي والارهابي والاكتر من ذلك ان هاد السيد يعني هاد البوليزاريو هاد المرتزيق اعترف باللي هو كينتمي الى التنظيم ديال الداعش الارهابي وحكمو عليه بسنتين سجنة نافذة وهاد القيادي هاد المرتزيق اكد انه كان عنده علاقة مع ابو والد سحراوي هاد ابو والد سحراوي لكتعقله يعني المقبور اللي قتله سلطات الفرنسية في الساحل في 2021 وهاد المقبور والد سحراوي هو من جبهة البوليزاريو وهذا الدليل ان جبهة ديال البوليزاريو هي جامعة ارهابية وعندها علاقة بالارهاب البوليزاريو هي جامعة انفصالية ارهابية اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر فتحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضر ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته